في زيارة هي الأولى من نوعها منذ خمس سنوات بدأ وزير الخارجية البريطانية جيمز كليفرلي زيارة طال انتظارها للصين في وقت يسعى فيه البلدان لتحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية التي شهدت تظاهورا واضحا في السنوات الأخيرة التقى كليفرلي لدى وصوله بنائب الرئيس هانت شينغ الذي قال ان الزيارة ستعمل على تعزيز ما وصفها بالتنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية بين البلدين اعتقد ان هذه الزيارة ستعزز بشكل اكبر التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية بين الصين والمملكة المتحدة ومن المؤكد ان المجالات الاقتصادية والتجارية والتعاون العملي بيننا سيشهد تطورا جديدا من جانبه قال كليفرلي انه من المهم ان يلتقي البلدان وجها لوجه بانتظام لتعزيز التفاهم بين البلدين كما اكد على ان بلاده منتبهة للمجالات التي تختلف فيها مع الصين لكنه اضاف انه من المهم ان تكون هناك علاقة عملية بين البلدين الزيارة التي يقوم بها هي الاولى منذ عدة سنوات وللأسف تعطلت الدبلوماسية المباشرة في جميع انحاء العالم بسبب حرب اوكرانيا والوباء من المهم ان تجتمع بلدانا ونتحدث وجها لوجه في مناسبات منتظمة لتعزيز التفاهم كما علينا الاستفادة من شركاتنا والسعي لمعالجة القضايا التي تؤثر في جمع انحاء العالم وتحاول بريطانيا تحسين العلاقات مع الصين بعد ان تدهورت العلاقة الى ادنى مستوياتها منذ عقود في عهد رئيس الوزراء الصابق بوريت جونسون عندما قيضت لندن بعد الاستثمارات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالامن القومية وعبرت عن قلقها بشأن قمع الحريات في هونغ كونغ وضعم الصين لروسيا وعلاقات بريطانيا الامنية الوثيقة مع الولايات المتحدة